بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوثي رحمة المهدا في جليس كده بيبقاعد جنبنا وإحنا مشواخدين بنا عارف زي ايه؟ زي ما تكون كده قاعد وانت دايما بتحب ان انت تسوق العربية لما حد يسوق الابن لما يسوق ومامته قاعدة جنبه او ابو قاعد جنبه اركن على جنبه اعمل كده بطق شوية بلاش الطريقة دي الولاد بيتدايق بيتدايق ليه؟ عشان هو حاسس ان هو مش هو اللي سايق ده مين اللي سايق؟ الاب والام او حتى الزوجة لما تكون قاعدة جنب زوجة وهي شوية شوية ايه بقى؟ شوية بتحب السيطرة وبتحب ان كل حاجة تبقى زي ما بيقولوا كده under control الجليس النهاردة وجليس السيطرة وفيه حالة بتحصل لدى الانسان كده انه هو دايما يبقى حاسس ان هو امانه هيحصل لما كل حاجة تبقى تحت السيطرة لو فيه حاجة مش تحت السيطرة يقلق ويحس ان الدنيا مليانة خطر ومليانة ازا وعشان كده هو بيحب ان هو يكون تحت السيطرة بس احنا ما نحبش الجليس ده لان الجليس ده بيتعبنا شويتين ثلاثة بيتعبنا ليه؟ الشخص اللي عايش بان حياته لازم تكون تحت السيطرة الشخص عايش بانه بيصنع حياته وبيسيطر عليه الاسق من كده كمان ان هو فاكر ان الاحداث والمواقف هي اللي بتصنع له حياته يا نه ربيض يعني ايه اللي حاصل؟ مش ان الله سبحانه وتعالى خالقه كل شيء وان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لا هو بتلاقي بيعيش هو حاسس بالتهديد من جواه طول الوقت خايف ان الرزق ما يكفيش خايف ان مكانته تروح خايف انه ما يتحبش خايف ان الناس تتعانف ظهره خايف من الغدر خايف من سوء الناس عايش خوف دايما وعنده بقى هاجس وحش قوي عنده وهم كده وهم خطر جدا واللي بيسيطر عليه الوهم ده حياته بالضياء اللي هو وهم ايه؟ ان فيه فرصة اخيرة الفرصة الاخيرة دي اذا انا ما جبتش درجة كويسة في السنوية العامة ودخلت الكلية اللي انا عايزها ايه اللي حاصل؟ فرصة الاخيرة في الحياة ضاعت ولذلك ايه اللي حاصل؟ الشخص ده بيفقد معنى التوكل لو توكلتم على الله حق توقلي لنرزقكم كمان يا رزق الطير ما فيش توكل فتلاقيه بيجري وممكن يتخانق واوقاته يصارع وعشان يلحق يقتنس الفرصة الاخيرة سواء فرصة كسب او فرصة علاقة او رصيد عند حد ممكن يعيش مقاسي ضخمة وممكن يدسله على ستة سبعة عشان يقدر يلحق الفرصة الاخيرة وبيعيش حياته ويتعلم ويتطور ويتعب عشان بس يصنع امجاده حتى لو اضطر انه يرتفع على جماجي من الناس او الله وهو ماشي في الطريق كانه بيعيش وهو عنده سكريبت هو عنده كده احلى ما في الحياة مش هقولك مفاجأتها احلى ما في الحياة ان تستمتع بتدبير الله لك احلى ما في الحياة ان تستمتع بالرحلة وتترك الله سبحانه وتعالى يقود هذه الرحلة لكن لما تحط سكريبت ربنا تحط سيناريور ربنا وإيه اللي حاصل فما تتحسش بايه الله لطيف بعبادي تتحسش برطف ربنا انت حسس ان الحل ده ولا تحس ده تتحس كتب ربكم على نفسه الرحمة مش قادر مش قادر انت عايز الاسكريبت ده يحصل ليه؟ لان لو ما حصلش اللي موجود في الاسكريبت ده يبقى يزعل يزعل من ايه بقى؟ يزعل ان ربنا ما استجبلوش وما تدلوش الشغلان الفلانية او ما حصلش التريقية فلانية او الجواز التأخر يا انها رب يد على حكاية الجوازة اللي تأخر ده والناس مش واخد بالها ان الله سبحانه قال ومن اهياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليه يبقى ربنا اللي خلق الازواج مش انت اللي بتشوف ده وتحس كده بقى البنات تقولك ايه هم عامي في عييني هم مش شايفيني ولا ايه والتاني يقول ايه ده خلاص الدنيا خربت مش لاقي واحدة تجاوزها لا انت مش لاقي نفسك اصلا انت مش عارف ربك انت حاسس ان انت تحت السيطرة وساعة ما تقول اتجاوز اتجاوز وناسي خالص خالص ان الاشياء بقدر الله وفي السماء رزقوكم مما توعدون ونسيت خالص ان كل واحد لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجالها فلما لقيت الحكاة مش رح تسيطرتك هو مين قالك ان احنا نبنعيش تحت السيطرة انا دايما نقول لهم كده الحكاة مش اندر كنترول حكاية اندر مرسي احنا تحت الرحمة تحت رحمة الكريم تحت رحمة الودود لكن انت لما تجي تتكوك تعمل علاقة بينك وبين مولانا سبحانه وتعالى وتخلي علاقتك بينك وبين مولانا ان انت بتحبه لانه بيحققلك الامال فيبقى فيه وهم تاني مع وهم الفرصة الاخيرة الوهمين دولا لما بيدخلوا في قلب عبدي بيبوزوه الوهم الاولاني وهم الفرصة الاخيرة فيدوس على الناس ويعمل كل القباح ويجي وهم ايه محقق الامال انه وهم الاله محقق الامال فربنا سبحانه وتعالى لو ما حققه لهش امله يبقى ازاي انا عبدك وانت سيدي ازا كنت متحقق ليش اللي انا عايزه ما وانا عبد عندك يبقى انت تتحقق ليش اللي انا عايزه ونفس الطريقة دي بتعامل مع ابوه ازاي يعني انت معايشني في المستوى الاجتماعي ده وازاي انت محققت ليش احلامي وكان فيه عقد بينهم وتلاقيه دايما ايه اللي حاصل دايما حاسس بالوجع لا يكتر عنده التوجع والتصدع ودايما يقولك الحياة هدتني انا اتدمرت ويكتر عنده الفزع والجزع اربع حاجات بتحصل عند الشخص ده كسرت التوجع كسرت التصدع كسرت الجزع كسرت الفزع ومن اشكال ان الواحد عايش بانه تحت السيطرة حياة كده ظاهرة اخوانا اللي عندهم وسواس واللي عندهم قلق عارفين ده ان يبقى عنده قلق وتفكير زايد من اي حاجة يتغير فيها الحال يحس برك ويشيل الهم ويشيل الهم بترجع لا يستطيع ان هو ينام من اجله وساعات كمان من ظواهر ان الواحد عايش حياته تحت السيطرة انه يجلت ذاته عن كل خطأ سواء كبير او صغير حاجة تالتة كمان من الظواهر المهمة اللي بتحصل عند الناس اللي عندهم ان فكرة ان حياتهم تكون تحت السيطرة فكرة الوثوقية ان كل اراءه وكل اللي عارفه وكل اللي بيختاره متأكد ان هو صح بنسبة 100% عارف قارون لما قال لما نقل مولانا قول قارون انما اتيته على علم عندي انا فاهم كل حاجة وعارف كل حاجة حتى ما فيش احتمال ان انا ممكن حاجة تيجي على غير اللي انا قلته ده وشوف بقى الحاجة الرابعة ولا الخمسة الحساسية ازاي ده بقى يا انا يا ربي يضع الحساسية ازاي ده وسرعة انهاء العلاقات ينهي العلاقة كده ده قال لي الكلام ده ومرعاش خاطري بس هو ما كانش قاصل ولو ليه ما قصتش هو مش عارف ان الكلمة دي بتضايقني ها تم انت كمان ليه انت مش عارف ان الطريقة دي بتضايقه مش فاكر حديث رسول اللي اللي عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لي اخيه ما يحبه لنفسي وزيك دايما بقول للناس ان الشخص الحساس في الغالب بيبقى ظالم ظالم ليه لانه بيطلب من الناس اللي هما مطبقوش على نفسه وبيطلب من الناس انه يتراعي اللي هما بيرعوش معهم الحاجات دي كلها لما نعيش بان حياتنا تحت السيطرة كمان تكتر الاحباطات وتزيد الوحشة ويقل اكتر حاجة بتخلي حياة الانسان حلوة ويقل الرضا في قلوبنا لما نحس ان الحياة لازم تبقى تحت السيطرتنا يا سادة حياتنا مش بينا مش احنا صناع حياتنا ولا حتى حياتنا بالاحداث اللي بتمر على حياتنا حياتنا اللي بيصنعها تدبير الله لنا فتدبير الله هو الحياة اللي يجعلك تشعر بالامان هو ان الله سبحانه وتعالى يدبر لك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير شوف دي كمان جمع دي مع دي أليس الله بكاف عبده جمع مع دي كمان الله لطيف بعبادي جمع دي كمان وهو معكم اينما كنتم الله نظر اليك نظر اليك ونظر لعلاقاتك ونظر لحياتك فدايما فاكر لما كانوا يقولوا لك كده عليك امان الله انت عليك امان الله فما تخافش فاكر كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر ازاي ربنا جعل هذه العبارة نبراز في الحياة اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا لا تحزن وسيدنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنة التفسير بقى العبارة المكملة لما اتى في القرآن والمفسرة لما اتى في القرآن ان الرسول اللي قال ما بالك باثنين الله سالسهما يبقى كم مرة قلت ان حياتك انتهت اول علاقة دي خلاص ما فيهاش امل ما فيش امل فيها وربنا سبحانه وتعالى احياه لان الله سبحانه وتعالى يخرجوا للحية من الميت بالعكس العلاقة دي هي اللي تجيلك بيها السعادة والوسع ويحصل وسع اكبر مما كنت عايشه قبل كده او يرزقك نعمة جديدة فالنعمة دي تيجي من عالم ما خطر على بالك كانها جاية من عالم ايه؟ عالم الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويرزقك ساعتها من حيث لا تحتسب وساعتها بتعرف ان الله سبحانه وتعالى يحبك هي ما تخافش ربنا بيغير عليك الاحوال علشان تعرف ان رزقك مش انت اللي بتجيبه ومعنى كده ايه؟ ان ربنا بيغير عليك الاحوال مش عشان يعذبك ربنا بيغير عليك الاحوال عشان يهذبك تبقى انسان مهذب تبقى انسان عندك ادب مع صاحب الحق مع صاحب الدنيا ينفى ان انت الله يعطيك ثم تنسب العطاء لنفسك وعشان كده طب لما ربنا يعطيني انا ازاي يطمئن؟ تطمئن عشان صفات جماله تطمئن عشان هو عمره ما عاملك الا بالكرم هو انت كنت دفعت تمن اي رزق انت خدته هو الرزق اصلا ده كتب قبل وجودك فانت جاي دلوقتي بتخاف ليه؟ عشان سمعت نفسك الانبارة بالسوق وبتقولك رزقك لازم يكون محفوظ ولازم يكون تحت ايديك لكن احنا بنسعد لما الرزقنا يكون من السماء وفي السماء الرزقكم وما توعدون فاحنا حسين بالامان ان سيدنا مش محتاج لنا او الله سيدنا لا يحتاجه لنا الله غني عن عباده فإن اللي حاصل؟ فهو لا يحتاج لنا وفي نفس الوقت يعطينا عطاء ما اللي يخشى الفاق وعشان كده لازم نعرف ان من اكتر الاسباب اللي بتخلي الانسان يعيش بانه حياته تحت السيطرة هو عدم فهم او نسيان حقيقة العلاقة بين السبب والنتيجة مفيش حتمية ما بين السبب والنتيجة يا ما ناس ذاكرت ما نكحتش يا ما ناس تعبت وما كسبتش ويا ما ناس رزقها الله سبحانه وتعالى بغير الحساب مفيش علاقة حتمية ما بين السبب مش معنا كده ان احنا مش هناخد بالاسباب لا احنا عشان كده هناخد بالاسباب بس هنرفع ايدينا للوهاب حتى ما اخدنا بالاسباب حتى ما اخدنا بالاسباب لان ما فيش حتمية ما بين السبب والنتيجة امال في ايه في نعمة في ود في عطاء في بركة في فضل الناس اللي عادين وسمعيننا كلهم كانوا مرعبون ساعة كورونا مين اللي انجانا الله مين اللي خلنا عايشين في نعمته الله يبقى لازم نخطط ونسعى ونتحرك واحنا مرتحين البال مرتحين البال ليه لان سيدنا سبحانه وتعالى ضامن لنا العطاء لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلا وفي السماء رزقكم وما توعدوا خطط وسعى وانت بتدوق جميل نعمه ازاي ربنا بينعم عليك مش ازاي انت بتصارع عشان تاخد رزقك رزقك لا يحتاج الى صراع وإلا هتعيش زي الايه زي الوحوش في البرية ومن في الاخر خالص خالص مش هتحصل غير على رزقك اللي ربنا ادهو لك وعشان كده لازم تعرف ده طب تعالوا نشوف نعمل ايه بقى عشان نخلص من اللي احنا بنعمله ده اول حاجة لازم كل يوم بيقى عندك ورد من الحمد على النعم اللي مالية حياتك يعني تعمل كده تتذكر نعم وتبتدي كده تذكر على الاقل مع كل صلاة نعمة وتحمد ربنا عليها على الاقل عشر مرات يبقى مجموع الحمد خمسين مر وياك سلام لو جعلت كل يوم في الصباح والمساء مئة مرة حمد على نعم حاضرة في حياتك وتشوف حياتك مليانة بالنعم اللي انت كنت بتسميها قبل كده بسيطة وهي مش بسيطة ولا حاجة اقولك عشان تعرف ان النعم مش بسيطة ولا حاجة شوف بسمة الطفل ممكن تعمل في قلبك ايه وانت خلاص غرقان في الاكتئاب والحضن من ابنك وبيقولك بابا انت وحشني انت احلى حاجة في حياتي يا الله تدوب حضرتك وكل الهموم تتساقط من عليك نعمة وانت مش واخد بالك بيها عشان كده ملي عينك وقلبك من ودي الله سبحانه وتعالى وكرمه تاني حاجة لازم تعملها ساعد الناس اجعل في كل يوم من ايام حياتك خدمة لحد تشاهد فيها حنان ربنا وبيملأ قلبك بالعطف والشفقة والكرم فتحس ان ربنا بيحن عليك قبل ما انت بتحن على الناس ونحن اقربوا اليه من حبل الوريد فتحس بمدد ربنا وتحس ان ربنا سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قل تارت حاجة خلي عندك نفس طول نفس واستمر في طول النفس واستمر في حسن معاملتك واستمر في اخراج احسن ما فيك خليك كده زي زي العطر كل ما يمسوا النار وكل ما تجيلوا شدة كل ما يطلع منه اجمل حاجة يبقى ايزان عيشوا ده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا واذا كان في حاجة صعبة عليك قول عشر مرات رب أدرك عبدك من عودته مددك بجميلي ما عندك رب أدرك عبدك من عودته مددك بجميلي ما عندك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الخلاص ونعيش ونستمتع بان احنا تحت الرحمة تحت اللطف تحت الكرم تحت كل جميل من الله سبحانه وتعالى فإن الله جميل يحب الجمال فجمله قبلوبكم بالتعلق بالله والرجاء في الله سبحانه وتعالى وحسن الظن في الله هتلاقوا حياتكم مش محتاجة سيطرة لكن محتاجة زوق ومحتاجة نظر يا رب اجعلنا نزوق ودك ونرى جمالك في كل وقت وحين يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضرتكم عشان نجيبها على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا توقسروا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم معانا أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا توقسروا اللي هي في الحقيقة بتبقى جسر نور بيننا وبينكم عشان كمان نتلقى تعليقاتكم وكمان نتلقى أسئلتكم المباركة اللي احنا نجاوب عليها دلوقتي حالا السؤال الأولاني بيقول متى يكون قيام الليل ويوصل لكام ركعة قيام الليل بيكون بعد النصف الأول من الليل يعني ما بحبش أقول اتناشر بعد الساعة اتناشر لإني ساعات النصف الليل ما بيكونش اتناشر لإني احنا بنجمع ما بين المغرب وبين الفكر ونقسمهم على اتنين والوقت ده بيبقى هو دوت منتصف الليل من منتصف الليل ده بقى بتبتدي الوقت الأفضل لصلاة الترويح لإني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على أن أناسا إذا ذهب شطر الليل ماذا قاموا لله سبحانه وتعالى يصلون فمدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكده وقت حسن لقيام الليل اللي ورد عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قالت السيدة عائشة أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل أحد عشر ركع يعني صلى وصلاة الليل زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الليل مسنى مسنى يعني صلى اثنين في اثنين في اثنين في اثنين في اثنين في واحد وممكن يصلي اثنين في اثنين في اثنين في اثنين مع ثلاثة ينفع ده وينفع ده فدي كيفية صلاة قيام الليل يبقى 11 ركعة ممكن تبقى 10 ركعات اثنين فيبقى عندنا خمس سلامات خمس تسليمات يعني خمس تشهدات وخمس تسليمات يعني تسليم 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 ويبقى بعد كده عندنا ركعة أو يبقى عندنا أربع تسليمات وبعد كده تلات ركعات بنصليها مع بعض وطر قيام الليل مهم أن احنا نعرف كمان حكم مهم جدا في مسألة قيام الليل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتم السنة قال وَلْتَكُنْ آخِرُ صَلَاتِكَ مِنَ اللَّيْلِ وَتْرَى يعني إذا كان أنت هتسلي قيام الليل ويكون آخر صلاتك وبعد كده هتنام يكون ده وطر أو ويكون آخر صلاتك وبعدين هيجي الفجر تكون صلاة وطر تكون صلاة وطر يعني إيه؟ تبقى 11 ليه؟ هو ممكن قيام الليل ده أو ممكن قيام الليل ده كمال السنة لكن ممكن أصلي قيام الليل ركعتين؟ آه بس كمال الصلوات إن هي تكون وطر فأنت لو عتصلي ركعتين خليهم ثلاثة لو عتصلي أربع ركعت خليهم خمسة لو عتصلي ست ركعت خليهم سبعة يعني دايماً خلي صلاتك وطر عشان تحقق السنة إن الله وطر يحب الوطر يبقى أنت إيه اللي حاصل؟ يبقى عليك إن أنت تصلي صلواتك وطر فده شيء مهم جداً في مسألة قيام الليل يبقى تكون آخر صلاتك من الليل إيه؟ وطراً فيبقى لو عتصلي وتنام يبقى وطر لو عتصلي قبل الفجر يكون وطر السؤال الثاني بيقول ما هو حكم الدين في إني رفع قضية الطلاق على جوزي؟ لا حاوله لا قوتي إلا بالله بسبب ترضو لي من البيت على أدفه الأسباب ويسيبني بالشهور الزوجة هنا بتتكلم على مسألة إن هي عندها ضرر بيحصلها بتسأل بتقول أنا والله رحت أطلب من الطلاق طلبت الطلاق من جوزي ما فما رضيش ليه؟ لأن أنا واقع عليها أزا الأزا اللي هي بتوصفه؟ إنه دايماً بترضها من البيت ويسيبها بالشهور عند أهلها أو برى البيت ودوات بيسبب لها ضرر لأن هي برى بيتي الزوجية لأن هو من حقوقها السكنة فهي شايفة فهي اللي بيحصل لها مش شايفة اللي بيحصل لها على حد كلامة إن هي بتفقد حق من حقوقها وهي السكنة لأن المفروض على الزوج السكنة والنفقة وكمان وهو طريضة ممكن كمان ما بيكونش بينفق إليها فأجمع عليها ظلمين ظلم عدم إسكنها في نفس البيت اللي هو بيسكن فيه اللي هو بيتي الزوجية أمر التاني بكمان بيمنعها من حقها في النفقة طب ودوات يوجب لها؟ يوجب لها؟ لا مش يوجب لها يبيح لها أن هي تطلب الطلاق؟ نعم ده ضرر طب وها لكده تبقى آثمة لا تكون آثمة بس أنا برجح لها أن هي تطلق؟ لا قبل ما يروح الناس للمأزون أنا عندي خطوات في خطوات تلت خطوات قبل الذهاب للمأزون أول حاجة الحوار نتكلم مع بعض أنا خلاص خلاصت الفاتوة أنت بتقولي لي هلا يبقى حرام علي لو طلبت الطلاق إذا وقع علي ضرر الجواب لا هو المرأة اللي يقع عليها اللعن ويقع عليها الإقاب هي المرأة التي تطلب طلاقها من غير إيه؟ مبأس يعني بغير سبب طلقن كده مزاجي بيقول لي كده آه لا دي آثمة دي الظالمة وكذلك الزوج اللي يطلق زوجته بلا سبب يكونوا ظالما أيضا والظلم من أكبر الكباء طيب وهيدخل في إيه؟ إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول ده الحكم أنا بقولك تعملي إيه بقى؟ أي حد قبل ما يروح للطلاق عندنا لازم نعرف أن ده مواجب شرع أنا قبل ما نروح للطلاق أعمل التلات أستوفي الحاجات دي أول حاجة الكلام وده اللي حصل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف من السيدة عيشة تكلمه يبقى أول حاجة إيه؟ الحوار والكلام ليه؟ ليه؟ عشان كل واحد يمشي عشان واحد يقيم الحجة لكن أنا لو كانت ليه حاجة عند أحد أول حاجة أعملها إيه؟ أول حاجة هروح أكلمه أكلمه عشان إيه؟ عشان نزيل ما بيننا ومش حضرت النبي قال وخيروه ما الذي يبدأ بالسلام يبقى الحوار حاجة تانية إيه هي؟ الاتيان بحكم زي ما حدت النبي عمل كده لما اختلف مع السيدة عائشة أتى بحكم من أهلها فأتى بمين؟ أتى بسيدنا أبو بكر يبقى تاني حاجة نجيب العقلاء والحكماء ودي الخطوة تانية الخطوة التالتة قاله كده خلاص لا لا إيه اللي حاصل؟ لازم يبقى فيه عمر ثالث إنه ننذهب للخبراء نحاول الإصلاح بيننا عن طريق الخبراء وهو ده الشيء الحسن إن احنا حتى في المحاكمة عندنا بيبقى فيه لجنة للإصلاح طب إيه اللي حاصل؟ لو حصل كده يتفضلوا عندنا في مركز الإشارات الزواجي ونتكلم عشان نضيف إلى مسألة الخلافات حلول بعد التحليل يبقى الحلول ومن وجهات نظر متعددة وجهات نظر شرعية وكمان نفسية وكمان للتطور الحياتي ساعتا بأعملنا اللي عنهنا لذلك أنا نصحتي إن حضرك تعملي كده فإذا كنت استوفيتي ده لا معلكيش أي إثن إن أنت تطلبي الطلاق للضرر السؤال بعد كده جولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت الشيخنا الجليل سمعت عن استجابة الدعاء بقراءة ياسين أربعين مرة ممكن حضرتك تكلمنا بتفصيل أكتر يعني كيف أقوم بذلك بالتفصيل اللي واضح اللي أنت حضرتك سمعت بيه أو حضرتك سمعت بيه إن ده جاي من التجربة مش جاي بدليل شرعي الكلام على عدد المرات التي تتعلق بيسين الصحيح أن ياسين لما قرأت له وأن ياسين عروس القرآن فإذا الناس جرابت عدد من قراءة ياسين فهذا التجربة أدت بأشياء كتيرة اللي ورد فيها مسألة عدية ياسين وما إلى ذلك ورد فيها حديث ضعيفة يمكن الأخذ بها اللي هو فكرة إيه جربوا عدد من المرات لقراءة ياسين فأدى ذلك إلى إيه أدى ذلك إلى استجابة الدعاء منها هذه التجربة إنه جربوا إنه ما يقرأوا ياسين أربعين مرة طب ليه أربعين مرة عشان مقد سيدنا موسى كان أربعين مرة وكمان عشان كمان النبوة تأتي مع الأربعين فرقم أربعين دوت رقم فيه بلوغ النطج والكمال فلما نقرأ ياسين أربعين مرة فيوك أنه معنى فيه إن إحنا نريد أن نصل إلى هذا النطج وهذا الكمال فيبقى إيه المعنى؟ لو حد عمل كده وقرأ ياسين أربعين مرة ثم دعا أرجى لإستجابة الدعاء؟ طبعا أرجى لإستجابة الدعاء إحنا بنسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بما ورد من فضل وكرم في ذكر سير الأنبياء الذي أتت في ذكر في سورة ياسين والكلام عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أفاض الله سبحانه وتعالى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من نعم فمن نتوسل إليه بهذا الكلام المبارك وبهذه الأنوار فهل ده يكون سبب من أسباب استجابة الدعاء وإن الله سبحانه وتعالى يكتب لي الخير ويكتب لي الفتح؟ بلا شك إن ده نعم سبب من أسباب استجابة الدعاء أن أقرن دعائي بماذا؟ بثناء على الله أو بماتحة وإحنا تعلمنا ده منين؟ من فتحة إحنا فين الدعاء اللي في الفتحة؟ الدعاء الفتحة بعد إيه؟ الحمد لله رب العالمين ثناء على الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا أو الدعاء اللي إستجابة فين؟ إهدنا الصراط المستقيم فتعلمنا أن الثناء على الله من آداب الدعاء حتى هم يقولوا كده يقولوا في العلم في حاسمها براعة مطلب يعني إيه براعة مطلب؟ قال لك براعة المطلب هو ذكر الثناء بين يدي الطلب أن أنت لما تيجي تطلب من حد تسني عليه وإنت بتطلب فخاصة إذا كان مع مولانا سبحانه وتعالى فتسني على الله وإنت إيه؟ وإنت بتطلب منه سبحانه وتعالى هذا فسورة يسين مليئة بالثناء على الله ومليئة بالكلام عن الجمال ومليئة بالكلام عن أهبات الله سبحانه وتعالى اللي فيها تقرب من الله سبحانه وتعالى ويشعرك كمان أن أنت في نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى السؤال اللي بعد كده بيقول ممكن تخلي الناس تدعيلي أن ربنا يرزقني بالذرية الصالحة يا سلام أنا أدعي لحضرتك وكمان يأمن علينا كل من يسمعنا ويرانا في هذا المجلس المبارك من مجالس العلم ده من الزكاء أن الناس تأتي إلى المواطن الحسنة وتعمل إيه؟ وتدعو الله سبحانه وتعالى فدعالوا لندعو الله سبحانه وتعالى لها ولكل من طلب أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة اللهم إن نسألك وأنت الملك وأنت الجواد وأنت سبحانك أنت المنزه عن البخل وأنت الكريم الذي عودتنا على الكرم وعودتنا على أنك تجيب المضطرة إذا دعاك فهذه مرأة تحتاج إلى أنس وتحتاج إلى وصل وتحتاج إلى بركة فأنت يا مولانا حاشك أن تمنع أحدا وقد جاءك يطلبك ويطلب منك سعتك ورحمتك وأنت تحب اللائزين بك والذين يتحلقون ببابك فها قد تحلقنا ببابك وسألناك لكل من طلب الزرية الصالحة أن ترزقه يا مولانا زرية صالحة تسعد بها قلبه وتجعله يا ربنا ممن يلهجون بحمدك والسناء عليك اللهم أزق قلوبهم الفرحة بنعمتك واجعلهم يا ربنا من الراضيين المرضيين يا رب العالمين يا أكرم الأقرمين فاصل ونرجع تاني نكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم المباركة اللي بتأنسنا وبتخلعنا دائما في مجلس العلم والأنوار وفي رياض الجنة إذا مررتم بالرياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الزكر يا رب جعلنا دايما في حلق الزكر وندايما نكون مذكورين في السماوات العلا السؤال اللي عندنا بيقول زوجتي عايزة أكتب لها البيت وهي هي والبنات التلاتة وأنا عندي فدان أرض ومبلغ في البنك فهل يجوز أن أكتب ليهم البيت طبعا أنا عارف أن أنت تسائلني السؤال ده عشان أقول لك لا عشان أقول لك لا لا يجوز أن أنت تكتب لهم البيت وقال ده في منع للورثة من العطاء ولا منع من ما فيش ورثة أصلا المال ده مالك وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالى يتكففون الناس وكان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم الصحابي كان بيكلمه على بناتهم فاكتب لهم لو أنت عايز تعمل ده هيكون ده شيء حسن يوفر لهم الأمان يوفر لهم الراحة وأنا أقول لك حاجة بيني وبينك كده بالخبرة فيما يتعلق بمسائل العلاقات الزواجية الحاجة دي مش لأن الستات عندهم بيحبوا الفلوس وعندهم نهم المرأة بتحب المال لأن المال ده بيشعرها بالأمان هقول لك حاجة كتيب من الستات ليه بتحب أن يبقى عندها فلوس هي ولدها عندهم هاجز كده غريب قوي ارتباط شرطي كده عندهم غريب قوي أن هي لو ما عاش فلوس إيه اللي هيحصل حتى لو هي بتشتغل حتى لو هي قادرة تشتغل أن هي لو ما عندهاش فلوس هيبقى عندها فتنة فيما يتعلق بعرضها إيه التفكير ده آه ده تفكير تفكير المرأة أن هي هتضطر يبقى عندها فتنة فيما يتعلق بحفظها لنفسها وعرضها وعشان كده بتعمل إيه بتبقى بتحب دايما أن هي تكون فيه أمان عشان ما تحصلش أن هي تتهدت التهديد ده فلو بتسألني لو عملت ده بس بشرط أنه أنت ما تمنش وتيجوا تقول لهم شوفوا أنا عملتلكم إيه وشوفوا أن أنا كذا ما تفسدش اللي أنت هتعمل فلو جاتبت لهم هيكون ده جائز وحلال وليس فيه الشبه فاكتب لهم إذا كنت أنت قادر تكتب لهم اعمل ده وده هيخلي العلاقة بينك وبينهم تبقى مختلفة تماما لأن دايما الحنان بيجي مع الأمان وكمان الحب بيجي مع السعى والكرم السؤال بعد كده بيقول أنا بعاني منذ ثلاث شهور من وسواس الاستنجاء ده معناه أن الوسواس تطور يعني وسواس الاستنجاء في الغالب ما بيجيش مباشرة بيجي بعد سوابق وسواسية بقضي في الاستنجاء أقل شيء تلت ساعة في الاستنجاء بس مش الاستنجاء والوضوء مما تسبب في ألم في الظهر والرقبة وسوء حالة النفسية وبكاء دايما وتأجيل لدخول الخلاء مما سبب لي مشكلة في الكلة ولا أريد أن أضطر أن أضطر لأخذ أدوية نفسية خاصة مع صغر سني 23 سنة بما تنصحني وهل فعلا يكفي غسل محل النجاسة مرة واحدة دون غسل ما حول الفرج والفخز وأرجو الدعاء بالشفاء العاجل من كل مرضين وشكرا لحضرتك أنا يا ستي أنا عايز أقول لحضرتك أولا أنت في الحالة بتاعتك دي يجب عليك أن أنت تخسل الموضع مرة واحدة بس ولو عملت حاجة أكثر من كده ممكن تقع في الاسم فعلى طول أعملها مرة واحدة ولا تستجيب لهذا الوسواس بنصحك بإيه بقى؟ بنصحك بشوية أمور أول حاجة أن أنت تمتنعي عن الاستجابة للنفس واتطنش الكلام ده خالص التناشح هنا واجب الحاجة التانية أن أنت ببساطة خالص تغيري برنامج حياتك تعملي حيات جديدة وما تستسلميش لهذا لهذا الوسواس تغيري في برنامج حياتك حيات الثالثة أن أنت تدعي ربنا مش تذكري ربنا في أثناء الوسواس لأن في بعض الأحيين بعض الأذكار لما ربطها بالوسواس بتجيب الأذكار دي هي اللي بتجيب لنا الوسواس إدعي كثيرا بعيدا عن الوسواس وتحسي لما تدخلي كده على الوسواس دخلها بمدد ربنا سبحانه وتعالى بس أنا عندي حاجة مهمة قوي أنت لازم تروحي والأدوية بالعكس أنت لما تاخد الأدوية وانت صغيرة الأمر يخلص ويعدي ولما أنت بتقول لي تلات تشعر نلحق المسألة قبل ما تستفعل بالعكس أنا شاف أن أنت لما تاخد الأدوية لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل لداء إلا وأنزل له دواء وعلى فكرة الأدوية تغيرت والأدوية بقت مختلفة عن زمان زمان كانت الأثار الجانبية للأدوية شديدة الآن لأ فأنت لو بتقول لي أنصحك بإيه روحي واخد الدواء ولما تروحي وتاخد الدواء ده هنقدر نتجاوز ده بشكل سريع إنما لو أصرتي على ده هنروح ناخد الدواء بس بعد ما مدة ويكون الأثار مش أحسن حاجة فنصحتي ليكي روحي واخد الدواء لأن أنت طلبت مني النصيحة ودواء مش هيعملك أثر سيء ده بالعكس هيخليكي تتجاوزي ده لأن في الحقيقة اللي أنت بتحكيه ده بعد شوية ممكن نيحول حياتك إلى ألام مبرحة اللي أنت بتتكلمي عنه ده أنت بتتكلمي عن دلاتي عن ألام في الظهر وألام عند حضرتك الألام دي ممكن تتحول إلى ألام مبرحة وعشان كده أنا بنصحك أني بلاش بلاش التفريط في مسألة أن أنت ما تخديش الدواء واعملي بالنصيح اللي أنا أقولتها لحضرتك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى كريمك ويفتح عليكي ويجعلك إن شاء الله في الصالحين إحنا نعرض أتكلمنا في جليس أهو أثار وضح كثير جليس إن المسألة تبقى تحت السيطرة عايزة تسيطر على النجاسة لا النجاسة دي فيها جزء في التطاهر من النجاسة بيننا وبين علاقة بربنا خلاص اغسل الأمر ده مرة واحدة والله سبحانه وتعالى كريم ويقبلك مش لازم يعني أتيقن طيب أنت هتتيقني لا الموسوس ما بيتتيقنش فنقصي مرة واحدة وخلاص فعشان كده إن إحنا نعيش تحت السيطرة بتفتح علينا الوسوسة إن إحنا نعيش تحت السيطرة بتخلي الأصوات ما تسكتش في دماغنا إن إحنا نعيش تحت السيطرة هتفتح علينا كمان الحساسية لكن الحل الوحيد إحنا مش محتاجين سيطرة لأن إحنا أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير وإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على ما يشاء قدير تعالوا إلى ربنا وقول له يا سيدي يا من أنت أعلم بما يصلح قلبي وحالي أسألك يا مولانا أن تكشف عن قلبي أو حالي حتى أراك وأنت تصلح حالي وتجعلني يا رب أعيش معك بيقيني لا بخيالي يا رب العالمين يا مجيب السائلين علمني الأدب معك واجعلني من المحبين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين